ومع اقتراب عيد الأطحى بتسداد تجارة الماشية وخاصة الجمال في كاراتشي الباكستانية بيعكف علي حسن على قص شعر ظهر الجمال بأشكال فنية بتجذب انتباه المشترين لها في السوق بمقصه الحاد يتفنن مزين الجمال الباكستاني علي حسن في قص شعر هذا الجمل محولا ظهره إلى لوحة فنية فمع اقتراب حلول عيد الأطحى يزداد انشغال حسن بهذا العمل حيث يسعى لتزيين ظهور هذه الجمال لأصحابها الذين يأملون أن تصبح أكثر جاذبية ما يجلب لهم ثمنا أعلى عند بيعها ويقوم حسن بهذا العمل كل عام حيث يسافر قبل العيد ببضعة أسابيع من بلدة دولة بور في إقليم السند ليبرز مهاراته في سوق الماشية في كاراتشي أكبر أسواق البلاد يقول حسن إنه يتفنن في هذه القصات على ظهور الجمال لأن الناس يعجبون بها عندما ينظرون إليها وعضف أن كل تلك الأنماط والتصميمات سهلة النحت لكن التصميم الأكثر صعوبة هو هذه الدائرة إذ ليس بمقدور أي مصمم أن يرسمها وأخذ حسن ذو الخمسين عاما هذا الفن عن والده ويعمل به منذ كان طفلا صغيرا وتلقى أعماله اهتماما لدى مشتري الجمال في السوق ومن بينهم سليم الدين شيخ الذي قال إن من الواضح أن حسن قام بعمل شاق لتصميم هذه القصات وأضاف أنه إذا جرى عقد صفقة فيمكنه دفع خمسة ألاف روبية إضافية لهذا التصميم على الجمل لكن السعر مرتفع جدا في العموم ويقدم حسن خدمته هذه مقابل ثمن يتراوح ما بين خمسة ألاف وعشرة ألاف روبية أي ما بين 31 إلى 63 دولارا أمريكيا إلا أن بعض التصميمات قد يكون له مقابل أعلى من ذلك بالاعتماد على مدى تعقيد الرسم ويمكن أن يستغرق العمل على جانبي ظهر جمل واحد أكثر من خمس ساعات من حسن لإتمامه ولقرون تعتبر الجمال جزءا مهما من حياة السكان في هذه المنطقة من باكستان وعبر الحدود إلى الهند وتستخدم في النقل والزراعة في المناطق النائية والجافة لا بس فنان طبعا يعني وعنده صبر أنه يقعد يرسل مبعدين بيقولك وارسها كمان عن والده يعني وارس المهنة دي يعني والده وحنا عندنا بالمناسبة عندنا فنانين كتير في مصر بيعملوا برضو نفس الأصات دي بتجزب الناس بس ما أعتقدش أن سعرها بيوصل للرقم ده لأنه لو سعرها وصل فعلاً لستين دولار القصة بس مش سارة الأطحية نفسها أو الجمل أو البشية لا ده القصة بس من 30 إلى 60 دولار فأعتقد ده رقم كبير قوي بس الفيديو في الآخر كده لو أخذت بالك شفت الجمل هو بيجري كده مبسوط؟ مبسوط؟ لا فكرنا باللي هنشوفه خلال الساعات اللي جاية بقى أنت عارفة الأضاحي ساعات لما بتهرب من الناس وبالجريهم في الشارع ده عيي طبعا أنت ممكن تشتري أطحية مرسوم عليها؟ لا مش بستهلة بس لما أنا ممكن روح أتصوار جاية بقى أنا أجيب عشان أتصوار جاية بقى أتصوار جاية بقى هي مرسومة وبعد كده مش سازم أشتريها يعني